انا واحد ما شاء الله تبارك الله. اعياله متفوقين في مدرسة. كل من تخرج هو الاول على الدفعة. الاول على الدفعة. مدير المدرسة والوكي والمسجدين قالوا لازم يشوفوا ايش طيقة من اعيانه. هل يجيبوا لهم درس خصوصي? هل ما شاء الله لهم وقت في المراجعة? هل هل الى اخرة? دقوا عليه دارة المدرسة. جابوا له المدرسة. يوم جابوا المدرسة هو ما توقع احد يجيب يعني. يعني اعياله كلهم متفوقين ما عندهم مشاكل. فلما جاء قال المدير هون عليك. حنا بس جلسنا وقرينا شوفنا اعيالك كلهم متفوقين كلهم متفوقين. فاحببنا يعني ننقل تجربتك مع اعيالك. وش انت تسوي? يجيبهم درس خصوصي? هل لهم وقت في المراجعة? هل انت تعطيهم حوافز? فتبسم الاب. قال لا والله ما بديك الله. قال وش? قال خصصت لهم دعوة بين الاذان والاقامة. لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الاذان والاقامة دعوة لا ترد. فخصصت هذا الدعاء لهم لابنائي. مع فعل السبب لا شك. فاين نحن؟ ما بين الاذان والاقامة. انتم يا اصحاب الحاجات. اين انت؟ ما بين الاذان والاقامة دعوة لا ترد. اشتركوا في القناة.